في الوقت اللي يهجموا في رئيس الجمهورية قيسة سعيد في جلفة برلمانية مزعومة عملوها عن بعض عن طريق يعني التخاطب عن بعض ترأسها رشد الغنوشي من المكتب امتع ودونك المداخلات متاع نويب تقيبا أكثر من ثمانين نائب حذروا حسب تصريح مهر مذيوب مستشار رشد الغنوشي الكل هم اللي دعا إلى عزر رئيس الجمهورية اللي دعا إلى محاكمة عسكريا اللي دعا الجيش إلى أنه يقوم بإيقاف رئيس الجمهورية ومعاقبته بتهمة الخيانة العظمى يعني هذا على خلفية القرارات طبعا اللي قال انقلاب الدعاوات الكلها عسام البرقوق يظهر كما لم يظهر من قبل يعني عسام البرقوقي اللي طالب الشعب التونسي الكل بالوقوف صفا واحدا من أجل القضاء على ما وصفه بالانقلاب الغاشم على حد تعبيره ودعا الجيش إلى محاكمة رئيس الدولة بتهمة الخيانة العظمى كذلك بعض التصريحات متاع الشخصية السياسية الأخرى كما نجيب أشيب بيديوم اللي يعلق على الوضع السياسي في تونس وعلق على الجلسة اللي صايرة وإجراءات رئيس الجمهورية وقال كل الشعب التونسي ما ادعوه للانخيرات في مقاومة انقلاب رئيس الجمهورية قيسة سعيد كنا حكينا في فيديو سابق على أهم التصريحات ولكن اليوم نحب أن نعلق على الرد غير المباشر لرئيس الجمهورية قيسة سعيد على كل هالخطابات اللي اتقالت اليوم قيسة سعيد عمل مجلس وزاري اليوم نهارة خميس تقريبا تعودنا أنه كل نهارة خميس يكون في مجلس وزاري يترأسه هو طبعا تم تطرق إلى الوضع العام في البلاد وما إلى غير ذلك ولكن زاد هذا المجلس لم يخلو من الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية في فيديو مباشر على صفحة رئيس الجمهورية تقريبا طوله 24 دقيقة حكي ووجه برشة رسائل ووجه التحذير الأخير في البداية قال باش نحق العدل العدل بين جميع التونسيين وقال إن كانوا مسلمين فليتذكروا العدل في الإسلام هذا كان خطاب الرئيس يعني في المجلس الوزاري وقال إنه للأسف اليوم مصباح هناك من قاموا باستجواب أحد المتهمين وتم الاختيار عليهم حتى يكون البحث في الاتجاه الذي يريده هؤلاء الذين تسللوا إلى قصور العدل عبر بعض النصوص اللي وضعوها كما يعلم للجميع أنفسهم وليس هناك أحد فوق القضاء ويقول سنحقق العدل وإن كانوا مسلمين فليتذكروا العدل في الإسلام طبعا معركة قيس سعيد والقضاء هي معركة مستمرة من أجل تطهير القضاء ومن أجل رفض التدخل السياسي في القضاء وإقحام المؤسس القضائية والجهيز القضائي في الصراعات السياسية رسالة أخرى قوية جدا من رئيس الجمهورية في ظل تحدي رئيس من خلال عقد هالجلسات هذه والكل والاستشارة الإلكترونية لحركة النهضة والخصوم والمعارضة يسوقوا إلى أنها فيشلة رئيس الجمهورية اليوم يحكي على هذه الاستشارة ويقدم النسب الفعلية قيس سعيد يقول وصلتني النتائج الأولية للاستشارة شنوه فيها أبرز حاجة طبعا أنتم تعرفوا أنه أبرز حكاية في هالاستشارة هو النظام الرئيسي النظام الرئيسي في تونس مطلب 82% من التوينسة اللي شاركوا في هالاستشارة هذية يقول قيس سعيد أنه 82% من التوينسة يفضلوا النظام الرئيسي على بقية أنواع الأنظمة الأخرى السياسية واختاروا نظام الرئيسي في حين أنه يعني فما برشا نسب أخرى تم طبعا الوضع في تونس وتحقيق الأهداف وخاصة الدستور القانون الانتخابي إلى غير ذلك هذي الاستشارة الشاملة وتونسة ينجموا يخلوا أراءهم ويعطيوا ملاحظاتهم ويعطيوا تعليقاتهم على كل شيء يقول أنه زدى يعني تصريحات رئيس الجمهورية قيس السعيد مع نوردين أطبوبي زدى في مناسبة ذكرى 44 للخميس الأسود عام 78 يقول لقد قلت له بالحرف الواحد إن من كان يعتبر رمزا لليمين أو للاقتصاد الليبرالي هو اليوم على يسار اليسار لأنه كان يدعو إلى التعايش بين القطاعات الثلاثة القطاع العمومي القطاع التعاطدي القطاع الخاص ومن كان ليبراليا في ذلك الوقت صار اليوم يسريا أكثر من اليساريين الذين يتحلفون اليوم مع أعدائهم وهذه رسالة إلى اليساريين في تونس اليسار في تونس اللي من الجمش يتميسكه من الجمش يفرض وجوده على الساحة السياسية ومن الجمش يتزعم اليوم غير قادر هو عاجز أن يكون زعيم سياسي اليسار اليوم اللي هم تحالفوا مع أعدائهم القوية يساريين متحالفين اليوم مع حركة النهضة طبعا رئيس الجمهورية هنا معروف يقصد مثلا في حمال همامي على سبيل المثال اليوم حمال همامي ينزل في الشارع جنبا إلى جنب مع حركة النهضة اللي يتهمها في المقابل أنه هي مسؤولة على اغتيال محمد البراهمي وشكري بالعيد يهبط معها الشارع لحبيب بورقيبة بش يقول لي القيس سعيد وبش يتحدى رئيس الجمهورية قيس سعيد حاجة أخرى رئيس الجمهورية زيدة يوجه التحذير الأخير خطاب يسر مهم اليوم في هذا المجلس طبعا هذا التحذير الأخير للناس اللي تتلاعب بقوة التوينسة للناس اللي تتلاعب معيشة التوينسة للمحتكرين والمضاربين اللي يعني عبثوا بتوينسة ويتعهد بإصدار مرأسيم لردعهم آخر تحذير من رئيس الدولة إلى كل محتكر بضاعة أو مادة اليوم التوينسة يقول لك ما فاميش السميد ما فاميش فرينة ما فاميش الخبز زيد ما فاميش سكر ما فاميش ما فاميش زيت مدعم ذاك ما قال حد الحد ولكن خليني يقول لكم انو هذي كلها بفعل فاعل فقط بيش يقولوا انو قيسس عيد يعني في عهده حتى المواد الأساسية ماهيش متوفرة بيش يقولوا انو قيسس عيد فشل في انو يأمن هالمواد هذية ولكن هذية راهي ألعيب المحتكرين اللي يراهم أطراف أخرى قاعدة تحميهم وقاعدة تكوفري عليهم يقول ان اوجه اليوم تحذيرا أخيرا الى كل المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوة التونسيين من الزيوت والمواد الغذائية والأساسية قيسس عيد يقول انو الأعمال هذي لا تصدر الا عن المجرمين وبشتم اصدار المراسيم الكفيلة بردعهم ناهيك انو وزيرة التجارة تمت دعوتها الى تفعيل كل التدابير القانونية اللازمة وقيسس عيد يؤكد طبعا انو لن يترك الشعب فريسة للوحوش ويقول انو ويدافع طبعا على التدابير الاستثنائية ويقول اللي هي هدفها المرور الى مرحلة المؤسسات المستقرة والمستمرة وهون رسائل رئيس الجمهورية قيسس عيد واضحة سواء على الصعيد السياسي او المجتمعي او الاقتصادي خاصة انو تم اقتطاع من جيريات المتقاعدين وبأمر من رئيس الجمهورية قيسس عيد اتخذ قرار بانو يتوقفوا على الاقتطاع فورا وتمت الاستجابة لقرارات واوي من رئيس الجمهورية في هذا الخصوص